دع المرشد الإيراني علي خامنئي المواطنين لعدم القلق مؤكداً أن شؤون الدولة لن تتعطل إثر حادث مروحية رئيس البلاد إبراهيم رئيسي يأتي ذلك عقب تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تراقب عن كثب تقارير عن تحطم الطائرة بمحافظة أزربيجان الشرقية بينما أعلنت إدارة الطوارئ التواصل مع أحد أفراد الطائرة ما ينذر بآمال جديدة حول العثور على نجاه هذا وتواصل عشرات فرق الإنقاذ عمليات البحث واستظروف جوية شديدة الصعوبة بدوره أعلن قائد الجيش تسخير كافة إمكانات القوات المسلحة في جهود البحث عن طائرة الرئيس اشتركوا في القناة